المرأة البحرينية في التنمية الوطنية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء عنوان واسع يأتي على إبداء الإشادة بالدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في عملية التنمية المستدمة المنسجمة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بالفعل فلطالما كانت ومنازالة المرأة البحرينية شريك الرجل وذلك الرقم الصعب الذي يفرض نفسه وبقوة داخل مجالات العمل الحيوية والقطاعات الخدمية في البحرين لتحقق نجاحات متتالية على جميع الصعود إن المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه زاد من المكانة الكبيرة والمساحة الوافية الممنوحة للمرأة البحرينية وتوسيع نطاق مشاركتها في برامج التمكين الهادفة تقديراً لكيانها في المجتمع وإيماناً بتأثيرها الفاعل وحقيقة الدور الذي تلعبه في أي عملية تنموية باتت تعتبر فيها ذلك الرقم الصعب الذي يفرض نفسه وبقوة داخل مجالات العمل الحيوية والقطاعات الخدمية في البحرين لتحقق نجاحات متتالية على جميع الصعود الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة في البحرين ساهم في تعظيم إمكاناتها والاعتزاز بما لديها من خبرات ومؤهلات علمية وعملية الأمر الذي حفزها على أن تبدع في توظيفها وأعلان رغبتها واستعدادها التام لشغل متنوع المراكز القيادية الحساسة والمناصب العليا والوظائف الهامة في المملكة والتي قادت إلى سقل شخصيتها وتطورها المهني بشكل تدريجي للوصول إلى ما ترجوه المرأة البحرينية في التنمية الوطنية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء هو العنوان الذي تم اعتماده ليوم المرأة البحرينية هذا العام من قبل المجلس الأعلى للمرأة الذي يحتفي هو الآخر بمرور عشرين عاما على تأسيسه باعتباره صرحا وطنيا يُعنى بمتابعة تقدم المرأة البحرينية والحفاظ على نيل حقوقها كاملة دون نقصان عنوان يتسق مع معالم النهضة التي أصبحت عليها الدولة المدنية البحرينية الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين رجالا ونساء وهي ثوابت يرتكز عليها عمل المجلس الأعلى للمرأة الذي التزم منذ بداية عهده بمساندة الرؤية الملكية الرحبة لشراكة نساء الوطن والتي تأتي جهودهن وإنجازاتهن على قدر الثقة الرفيعة للإرادة السياسية في هذا الوطن المعطاء في معادلة التنمية الوطنية العديد من المنجزات التي لازمت قيام حضارة البحرين الحديثة والتي نهض معها التعليم والاقتصاد والصحة والسكن إلى جانب كل ما من شأنه أن نهض بالمجتمع عامة وبالمرأة البحرينية خاصة ما قد يترتب على ذلك من حصول تقدم ملموس نحو تحقيق التنمية المستدامة وبما يتناغم مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين المرأة البحرينية استطاعت أن تصبح نموذجا مشرقا يحمل فكرا ناضجا تتلاشى أمام إرادتها التحديات عبر مخزون وافر من الطموحات وإلمامها بعلوم ومعارف شتى المجالات لبناء مجتمعها ورفعة وطنها الذي يثق بقدراتها وبشكل مطلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر